احتفاء بانطلاق الأسبوع العالمي للرواية العربية أكدت وزيرة الثقافة حياة الجرمازي أنه سيكون ببعده الكوني مناسبة لمزيد التعريف بالرواية العربية وتجاربها ومبدعها وطنيا وإقليميا ودوليا سعيدة جدا بهذا الحدث تخصيص يوم عالمي أو كان حلم الروائي لكن نرى الآن أنه بفضل الجهود التي قامت بها الجمهورية التونسية للحشد الدعم لهذا اليوم إلى درجة أنه جعله أسبوعا كاملا كما اعتبرت وزيرة الثقافة أن إقرار الاحتفاء بأسبوع عالمي للرواية دليل على قيمة هذا الجنس الأدبي ومكانته فنا وحياكة وهو احتفاء بكل شغوف بالنص الروائي كتابة وإبداع وصناعة الرواية هي الحياة يا ثقافة الحياة 23 نوفمبر إن شاء الله احتفاء باعتماده نهائيا وسيصبح هذا اليوم يوما عالميا لكل المبدعين للروائيين وكل عام معناها أسبوع كامل مخصص للرواية وعرس الرواية ومتنفس للمبدعين والروائيين وللأقلام وخاصة الأقلام الشابة ومن جانبه عبر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو عن أهمية هذا الصدق الإعلامي التمهيدي بتونس للترويج والاهتمام بهذا الجنس الأدبي الإنساني وهو دليل على ما تسخر به الحضارة العربية من إرث فكري ومقاومات ثقافية رائدة وهي في طريقها للاعتماد رسميا من طرف اليونسكو في اجتماعها المقرر بالعاصمة الفرنسية باريز في نوفمبر القادم زية اليوم الإعلامي هو تحضير للانطلاق واعتماد هذا الأسبوع كأسبوع عالمي للرواية بعد أن كان مشروعا عربيا وقدم هذا المشروع من طرف تونس كدولة مقدمة لهذا المشروع لمنظمة اليونسكو كمشروع عربي وفي هذا السياق أكد رئيس المؤسسة العام للحي الثقافي كتارا أن أتلاق جائزة سنوية عربية للمؤسسة يهدف بالأساس إلى أن تكون منصة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية العربية تنطلق بها نحو العالمية وتحقيق تنوع ثقافي فكري في المحيط العربي وخلق جيل شاب يعتز بهويته العربية إنشاءة المؤسسة طبعا جائزة وهي تعتبر جائزة الأولى في الوطن العربي جائزة كثارة للرواية العربية والتي بدأت في 2014 وتتويجا للمبدعين خلال الأسبوع العالمي للرواية العربية تم الإعلان عن فوز أربع روايات تونسية خلال هذا الشهر بالجائزة السنوية للمؤسسة العام للحي الثقافي كتارا في دورتها السابعة